فيه تحدي كبير في العالم كله في اتخاذ القرار المناسب للتوظيف تحدي إنك تختار الشخص المناسب طبيعي معروفة وكل الشركات وكل المؤسسات عارفة ده التحدي الأصعب بقى إنك تقدر تدي فرص عادلة لعدد أكبر من الناس فهو كل ما بيفتح الباب كل ما بيجيله ناس أكتر وبالتالي هشوف ناس أشطر أكيد ويمكن للسبب ده عملوا إعلانات الوظائف الناس قرروا في فترة من الفترات إنه بدل ما أكون عايز حد يساعدني في شركتي فاسأل الناس اللي حوالي يمكن لو حملت إعلان فديرة الناس اللي ممكن تجيلي أكبر وهكذا وتكبر 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 يمكن الناس اللي بتوسع قاعدة البحث أو اللي بتعمل حاجة اسمها الاتاحة تتيح الفرصة هم أسكية كفاية لأنهم عايزين الناس أفضل المدى 23 من حقوق الإنسان ضمنت لكل شخص حق العمل وقالت كمان إنه مش بس من حقه يشتغل حقه حرية اختيار الشغلان اللي اشتغلها وفي شروط عمل عادلة ومرضية يمكن للسبب ده كانت الشركات الكبيرة بدأت يكتبوا كده عن نفسهم لما شركة تحب تطمنك وتقولك إنه إحنا ناس جمدين قوي وفاهمين قوي فبيكتبوا جملة كده إحنا عندنا فرص عمل عادلة بتتقال أكتر ولأنها مصطلح أمريكاني هو بيتقال كده Equal Opportunity Employment يعني فرصة عمل عادلة أول ما تشوف يعني الشركة دي اعرف إن الناس دي فهمة وعرفة سكتها في النجاح لأنه في الغالب المؤسسات اللي بتعمل كده هي المؤسسات اللي بتجيب نتائج أحسن لأنها بتختار وهي مغمضة عنيها عارفين صورة العدالة اللي مغمضة عنيها دي بتختار وهي مش مركزة ده مين وخلفيته ايه ففي الغالب بتختار الأكفى عميش دعوة هو مين بدون انحيازات والعكس صحيح غالبا المؤسسات اللي فيها انحيازات بتبقى اختاراتها غلط وبتتعطل فترات طويل ايه أنواع الانحيازات تفتكروا فيه انحيازات أحيانا يقولك للقرايب للعيلة مش بقصد هنا الفاميلي بيزنس فيه ساعات عيلة تعمل شركة لكن لا واحد من عيلتنا من بلدنا بينفهم في الشغلانة مش لازم بس هنشغلوا فيها هو بتحصل وفيه انحياز قابلي يعني يقولك آه من بلدنا وفيه انحياز ديني أحيانا وبيحصل كتير وبيحصل في كل بلاد العالم وفيه انحياز للنوع يعني فيه مؤسسات كتير وهنا لازم أقفوا فكركم بإحصائية كده بين مجموعة من الموظفين فاكتشفوا كده انه 38% بس من الناس اللي شمالتهم الإحصائية وفقوا ان تبقى مديرتهم واحدة ست يعني معظمهم منحزين للرجال وإحنا بيحصل العكس ففيه انحياز للنوع الناحيتين وفيه انحياز للقومية تخيلوا أنه حتى في العالم كله بقيت الناس تفكر في أننا هعين ناس من أي بلد في العالم لأنه طبعا الشغل بقى عن طريق الإنترنت فده بقى ممكن وبقى عكس ده وحش يعني فاش أقول ده مش هاخده لأنه من البلد الفلانية ما ينفعش وفيه طبعا انحياز طبقي يعني حد يقولك ده لا مش مش كلاس كده مش عايزة أخده في شهر ده مش سبب مش مفروض يكون سبب لحد آه مفروض أن كلنا نبقى بنفس الأخلاقيات العمل وبنلتزم بنفس الأخلاقيات بس ده انحياز سافر بعد ما قلنا أنواع الانحياز ديت لو قلت لأي حد احنا اتفقنا هم نتكلم وراء الباب فبنتكلم الناس أصحاب القرار في المؤسسات لو قلت لك دلوقتي وانت بتسمعني وانت قلت لنفسك أنا ما عنديش انحياز أنا عمري ما عملت كده ولا عندي انحياز طبقي أبداً لا سمح الله ولا عندي انحياز للجنس أنا شركتي فيها شباب وبنات وكل حاج ولا عندي انحياز ديني لا لا ده احنا هقول لنا أخوات كلنا في ذهننا هتدور الفكرة دي